بدرك كده وإحنا بنتكلم معاكو على مباراة دوري أبطال إفريقيا محتاجين برضو نركز على كأس العالم للأندية يعني كأس العالم للأندية إن شاء الله هنطلق في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل ولكن في إجراءات إدارية وفنية بتجرى خلال الأيام القليلة المقبلة ليه؟ الأهل مقبل في الفترة اللي جاء على خمس مباراة ولكن كولر هو بيركز في الخمس مباراة ثلاث مباراة الإفريقية ميدياما الغاني ينجع أفريقا زي التنزاني شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة مباراتين في الدوري مع سموحة مع زد في الخمس مباراة تركيزه كمان بخلاف النتيجة والأداء والانتصارات في المباراة اللي جاية هيركز على القائمة المختصرة لكأس العالم للأندية الموعد الرسمي والنهائي اللي حدده الاتحاد الدولي للنادي الأهلي لإرسال القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية وأولى المباراة يوم 15 ديسمبر ساعة 8 مسام بتوقيت القاهرة هيكون آخر موعد يوم الاثنين القادم مش اللي جاي اللي بعده الاثنين اللي بعد القادم إن شاء الله أربعة ديسمبر يوم أربعة ديسمبر الأهلي يرسل القائمة المختصرة والنهائية بـ 23 لعب كلنا عارفين أن الفترة الأخيرة كان الأهلي أرسل قائمة مبدئية بـ 35 لعب من ضمنها أربع حراس مرمى ولكن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الفيفا لاختصار القائمة لـ 23 لعب وهؤلاء اللاعبين اللي هيشاركوا في البطولة هيكونوا أساسيين وعلى دكة البودلاء محدش هيطلع بره القائمة خالص 23 لعب في قوائم المباراة آخر موعد يوم الأثنين بعد المقبل أربعة ديسمبر الأهلي إن شاء الله هيختصر القائمة إلى 23 لعب يعني الأهلي يلعب مباراة ميدياما الغاني النهاردة يلعب مباراة سموحة في الدوري يوم الأربع اللي جاي بعد كده أو يوم الثلاثة اللي جاي يوم الثلاثة على أستاذ المؤولين بعد كده يسافر تنزانيا يلعب مباراة السبت اللي جاي زي النهاردة مع ينجي أفريكانز التنزاني في تنزانيا يرجع يلعب مباراة نادي زيد ما بين ينجي أفريكانز ومباراة نادي زيد الآن ليبعت القائمة يوم الأثنين أربعة ديسمبر يبقى بالتالي بعد ثلاث لقاءات ميدياما سموحة ينجي أفريكانز يقدر كولر بعد الثلاث مباراة دول إن شاء الله بإذن الله ما يكونش فيها أي صبات ولكن بعد الثلاث مباراة دول كولر هيحدد القائمة النهائية ثلاث حراس مرمى بحد أقصى ثلاث حراس مرمى بحد أقصى بالإضافة إلى عشرين لعب طبعا أنت عندك بقى محمد هاني أقرم توفي خلد عبد الفتاح فيه تلاتة في الجابهة اليومنا هل هيختار منه باتنين بس عندك علي معلول كريمي الدبيس في الجابهة اليسرى أدي اتنين عندك في خط الدفاع في رامي ربيعة في ياسر إبراهيم في محمد عبد المنع في محمود متولي هل هياخد أربعة ولا يكتفل تلاتة عندك في نص الملعب في السلية راجع من إصابة بعد فترة طويلة جدا تقترب من حوالي يعني خمس شهور في أليو ديانج في أحمد نبيل كوكا في مروان عطية في محمد مجد أفشا في إمام عشور بنتكلم على ست لعيبة في وسط الارتكاز أو في الخط الأمامي بنتكلم على الأجنيحة الفريق في الجابهة اليومنا واليسرى أحمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر برستاو حسين الشحات كريستو ما عرفش يلحق كس العالم ولا لا أبعد الإصابة اللي خرجتهم من قايمة مباراة النهاردة للفترة اللي جاية طبعا ريدا سنين لسه مش هيرجع إلا قبل على شهر يناير المقبل فبالتأكيد خارج كاس العام للاندية لسه عندنا محمود عبدالمنعم كهربا عندك كمان صلاح محسن في كريم ندفد في كمان أنتوني مودست بعد الإصابة يعني اتعرض لها في التمريل المبارح برضو هنشوف موقف مودست هل الإصابة لقدر لا تمنعه من المشاركة في كأس العالم أخذوا بالكم النهاردة 25 نوفمبر يعني أول مباراة للأهل بالضبط بعد ثلاث أسابيع بعد ثلاث أسابيع فبالتالي هل إصابة مودست ممكن لقدر لا تكون أكتر من كده والأقل من كده ده هنشوفه في الأسبوع اللي جاي لأن أنا قلت لحضراتكم ثلاث مطشط هلعابهم الأهلي وبعد الثلاث مطشط ميديامة سموحة يرجع من تنزانيا يوم ثلاثة ديسمبر يبعت القايمة النهائية يوم الاثنين أربعة ديسمبر وبالتالي الثلاث مباراة دور هيكونوا حاسمين بشكل جيد جدا في اختصار القايمة إلى تلاثة وعشرين لعب عشان تستعد الأولى المباراة بإذن الله أمام اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي أن نيوزلاندي دي بداية كان لازم أبدأ بها النهاردة وخبر مهم نقوله لكل السادة المشاهدين